موسيقى 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 هاي بحلقة اليوم راح نحول The Simple Contoured Look لأنه يصير بـ Few Steps Red Carpet Look من بعد ما حطينا نوعين من الفوسيل اللي هني رقاء كتير حطيت ستريب كتير رقيقة وزدت individual بس على الطرف برجع تحط mascara تمرج الرموش الاصطناعي مع الرموش الطبيعي بالنسبة لإلي أحلى لبستيك للـ Red Carpet هو The Red Lipstick هنبلش بهايلايتر على شفاف لأعطي إفاكت شفاف مقلوبين أكتر هنبرسم Lip Liner على قدل شفاف مع فوليوم كتير كتير قليل هستعمل Red Carpet Red وحتى اسمه Red Carpet It's Matte Creamy منه Ultra Matte ومنه Glossy Amazing Color للمناسبات الكبيرة وخصوصاً للـ Red Carpet بالنسبة لإلي الحمراء هي أهمة بالوجه فيها السيدة ما تحط شيء وبس تحط حمراء بتحس حالها كأنها عملت فيسلفت لـ Red Carpet كمان رح أزيد سباركل للعين بيعطوا إفاكت متالك واللي هو كتير ترننج للـ 2018-2019 هيك بتحولي ميك أب تبعيك من أنه يكون ميك أب يمكن هادة لميك أب عنده تويست وخرج سهرة أكتر My Favorite Part يلي هو الـ Highlighter ويلي هو كمان صار Every Girl's Best Friend ويلي بتحبه كتير It's an All Over Glow بنحط على الوجه وعلى الجسم To finish the look عم حطت بلاش اسمه Morning Blush بيعطي كمان A Healthy Glow بتعملت Fixing Spray على الـ Beauty Blender لسبت فيها الـ Highlight وخليه ضاين لوقت أطول وهيك مع إضافة الرموش الاصطناعية Red lipstick وشوية Highlighter She is definitely red carpet ready ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر